كمان لو بصنا للسيرة الذاتية لميستر كولر لا احنا امام مدرب محترم ومخضرم وشعر بيض احنا عايزين نحط بعد كده كلمة وشعر بيض دي لانه الكلمة دي كلمة لطيفة جدا وميستر كولر واضح جدا ان له بصمات واضحة مع كل الفرق والمنتخبات اللي اشتغل معاها والحقيقة كل التجارب بتاعته كانت تجارب نجحة يعني مدرب كده من كلامه بيعشاء التحدي والاسرار والنجاح اهم حاجة يمكن قالها النهاردة انه بيؤمن انه من انصار روح الفريق والعمل الجماعي خلي بال حضرتك اكتر حاجة كانت من سمات مانويل جوزي ومميزاته الشخصية والفنية هي اعتماده على الروح على روح الفريق والعمل الجماعي وما فيش متقدرش تقول واحد هتقول ابو تريكا ولا هتقول بركات ولا هتقول متعب ولا هتقول فلابيو ولا هتقول حضري ولا هتقول اعماد النحاس ولا هتقول جلبرتو ولا هتقول شادي ولا هتقول احمد السيد ولا ابو جلبان ولا محمد شوقي ولا هتقول مين ولا مين ولا مين ولا مين لكن الجماعية في الاداء هي نجم الفريق كمان من اهم الاسباب اللي مخلياني متفائل بهذا الرجل حاجات بقى انا عايز احكيها مع حضراتكم دايما في بداية كل موسم ايام نحنا ما كنا بنلعب نرجع بقى بالذاكرة عشر اخمستاشر سنة وراء كان جوز ايه فكان كل اللي بيحصل ايه كنا احنا ايام بتاعتنا ما كنا الجيل اللي بقول لحضراتكم عليه ده فكنت بتاخد البطولات قبلها بخمس ستة اسابيع فكان بيديك اجازة فكانت اجازتك بتبقى طويلة مبسوط تبقى بترقى راجع مبسوط وكانت سر من اسرار فوز النادي الاهلي بكل البطولات في ذلك الوقت الفترة دي هو الفترة الراحة عشان كده انا لما بقول ان انا بشكر كتن خطيب على اتخاذ ولجنة التخطيط ومجلس الادارة على اتخاذهم هذا القرار بقراحة عدد كبير ونجوم الفريق انا القوام الاساسي اللي لعب اكتر من ستين وسبعين موتش في السنة في الموسم في الموسم الواحد وبقالهم ثلاث سنين فانا بقول ان احنا مع الصفقات الجديدة احنا معنا ثمان صفقات ولا تسع صفقات الجديدة الناس اللي ريحت هو ده التخطيط لما هو قادم مش بابص تحت رجلي بصلح وبعالج بجيب مدرب كويس بجيب مدير فني بريح لعبتي الاساسية ولأول مرة من ثلاث سنوات سيبدأ النادي الاهلي فترة اعداد مع مدير فني هو اللي بيضع فترة الاعداد او هو اللي بيبدأ فترة الاعداد وهو اللي هيختار يعني خلي بالحضراتكم هل كولر كان متداخل في هذه الصفقات بالفعل كان كولر متداخل في هذه الصفقات والصفقات القادمة كلها هتبقى من خلاله فلاول مرة من فترة طويلة جدا هيبقى عندنا مدير فني هيبدأ فترة اعداد وده بالنسبة لنا حدث عالمي حدث جديد في مصر بقالنا كتير ما شفناهوش واختار يعني على الاقل 40-50% او يمكن اقل شوية من الصفقات وحيبدأ فترة الاعداد وحياخد اللعيبة ويطلع بيهم معسكر وحتي لو هنا في مصر حتي لو ايه ما فيش مشكلة خلص لانه حيبدأ فترة اعداد ويعمل معهم معسكر مغلق الحاجات اللي كان بتحصل زمان جدا بقال كتير قوي ماسمعتش الحاجات دي ويعمل لهم كام مات شوية دي ويشوف اللعيبة ويتكلم عن اللعيبة ويشوف ده ويشوف ده ويشوف ده ويشوف طريقة اللعب اللي هيلعب بيها يبدأ يفكر صح ومعاه فريق عمله معاه كابتن سامي أمصان يكون مساعد ليه في كل شيء معاه كابتن سامي عبد الحفيز بيداري على كل حاجة أو بيحاول يحافظ على كل مش بيداري بيحاول يحافظ على كل حاجة في مكانها وبالتالي لا أعتقد أن البداية تكون جيدة ده وجهة نظري البسيطة اللي قد كده عشان كده أنا بقول لحضراتكم أن الأمور المحيطة والأجواء كلها بتدعو للتفاؤل دعم الجهاز الفني الجديد يجب ده دور حضراتكم خلال هذه الفترة وهو دعم الجهاز الفني الحمد لله والشكر لله لو لا دعم جمهورنا دي الأهلي وكلام اللي احنا قلناه مبارح من خلال قناة الأهلي وبرنامج البيت الكبير الحمد لله الناس كلها سكتت لو تاخدوا بالك عشان جمهور عارفين أن جمهور الأهلي واقف وراء جهازه الفني عارفين أن القناة الأهلي هترد على كل واحد يقدر أو هيتكلم يقول لك أصله بقاله سنتين قاعد في البيت أصله الرجل ده كان مساعد لجروس مش عارف إيه على فكرة هو مش عيب بس هو ما حصلش هو كان مساعد لجروس هو بيلعب يعني كولر مساعد لجروس وهو بيلعب كورة يعني كولر كان بيلعب والنادي الثقته الشديدة في كولر حطوه مساعد لجروس ولكن لما بطل كورة أصبح مدير فني وإنا قلت الكلام ده مبارح س съهدت